أمنياً وجه وزيو تاخلية عبدالأمير الشمري بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لمعرفة ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل في ناحية العباسية التابعة لقضاء سامراء جنوبي صلاح الدين بدورها أعلنت خلية الإعلام الأمنية التوصل إلى خيوط مهمة في هذا الحادث وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بتورطهم وعلاقتهم بالحادث الذي تشير معلوماته الأولية وبحسب المعطيات على أنه جنائي وأكيدة أن عملية التحقيق والتحري ما تزال جارية للوصول إلى النتائج النهائية فيه لمحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم